بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب عقود التوثيق الرهن والضمان والكفالة وهذه وثائق بالحقوق الثابتة الرهن هو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها ويتضمن الراهن الذي يبذل الرهن ليتوثق لدينه المرتهن هو القابض للرهن وهو الدائن العين المرهونة التي قبضت لتوثيق الدين فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها فلا يرهن ما لا يجوز بيعه كالوقف والكلب ولا ما لا يملك فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات فإن حصل الوفاء التام إن فك الرهن وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه أي صاحبه وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا ونماؤه تبع له ومؤنته على ربه وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع في قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري وليس للمرتهن الانتفاع بالرهن مطلقا فيما سوى الحيوان فلا يسكن الدار ولا يستعمل السيارة إلا بأجرتهما وأما الحيوان فإن أنفق عليه فله الانتفاع به كما في الحديث المتقدم مثال الرهن إنسان رهن بقرة وصار المرتهن يحلبها فنقول لك أن تحلبها بقدر النفقة فإذا كان ثمن حريبها مئة في الأسبوع ونفقتها في الأسبوع مئة ففي هذه الحالة لا له ولا عليه وإن كان الحليب يساوي مئتين في الأسبوع والنفقة مئة فإنه يدفع للراهن مئة لكنها تكون رهنا لأنها من ماء الرهن وإن كان بالعكس النفقة مئتان واللبن مئة فإنه يرجع على الراهن بما زاد على ثمن الحليب الضمان والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه الكفالة والكفالة أن يلتزم بإحبار بدن الخصم إلى مجلس الحكم قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم أخرجه الترمذي وابن ماجه فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به أو أبرأه صاحب الحق أو برئ الأصيل والله أعلم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين وال relams تابعون幾م شكرا genauso كérer لسع 끝�